في غضون ذلك أكد نواب محافظة كاركوك رفضهم القاطع لإلغاء المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة بسجلات الناخبين مطالبين بإبقائها مع إجراء تعديلات عليها وفقاً لرؤية جميع مكونات المحافظة فيما حذروا من مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات في حال عدم تنفيذ مطلبهم نحن ممثلي المكونين العربي والتركماني نطالب رئاسة مجلس النواب وأعضاء اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم بعدم الذهاب إلى فرض الإرادة بالقوة لا يمكن لنا أن نقبل أن تفرض علينا إرادة بالقوة هذا القانون موجود ونطالب بإبقاء المادة 35 مع إجراء بعض التعديلات وباتفاق ممثلي محافظة كاركوك من كل المكونات على هذه المادة وفي حالة عدم الذهاب إلى مطلبنا سيكون لنا موقف آخر في المشاركة أو عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وبالأخص في محافظة كاركوك النقطة المهمة الأساسية التي لا يمكن أن نوافق عليها هي أن تلغى المادة 35 والتي كانت تضمن إعادة النظر وتدقيق سجل الناخبين في كاركوك وإحنا في كاركوك بصراحة مشكلتنا الأساسية هي أنه هناك أعداد آلاف من الأعداد تم درجهم في سجلات ناخبين وهم مو من أهالي كاركوك لا يترتب على نتائج انتخابات مجلس محافظة كاركوك أي وضع قانوني أو إداري بعد نتائج الانتخابات لمجلس محافظة كاركوك ترجمة نانسي قنقر